نار جب أنت أكيد محتاج لك زار يا ليلي يا 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 مشاهدين في كل مكان طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقتنا الجديدة من دق زار ودائما في دق زار ما ندق نقوس الخطر لكل ما هو دجل هو شعوزة ولعب بألم الناس هذه المنطقة تصرف أو تنفق خليني أقول بشكل يعني إلى حد ما يعني فيه دقة خمسين مليار دولار سنويا على ما يسمى بأعمال الدجل وشعوزة وهم مؤمنين بذلك تماما هيرود حد يقول هو الاهتمام بالسحر والانشغال بذي الأعمال فقط في الوطن العربي الإجابة قطعا هتكون لا لأن في بلاد تانية وبلاد متقدمة هناك انشغال ولكن ليس بكثرة الانشغال في وطن العربي بنتكلم معاك دايما ومعي يعني شيخ دائما ودائبة على الحديث عن القرين كل ما تتصدر له أي مشكلة يقول لك القرين لدرجة انه مؤلف كتاب في القرين وبيعمل كتاب تاني برضو في القرين مش عارف ايه القرين مع ضيفي بس هنعرف كل كلام دولار لما بتكلم معاه بقوله هو السحر والعلاقة بالقرين قال لي قطعا النهاردة بقى أنا جاي على الهوى وهشاهد حضراتكو على شيخي اللي هو ضيفي وضيفكو النهاردة فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب الخبير في العلاق بالقرآن أهلا بيك فضيلة الشيخ أنا زي الجزاق الله الله خيره أخبار قرين إيه فهم زي الفل وأنا كل ما أسألك سؤال تقول لي قرين نه طيب طب القرين ماشي ممكن يبقى معاك صاحي نايم إنما في السحر اللي هو بيعمله سحر وبيديه الخادم سحر القرين العلاقة أيضا في السحر بالسحر إن الحمد لله أحمده تعالى وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأبدأ حديثي بصلاة وسلاما على نبينا وتاج رأسنا أبا القاسم رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أستاذ هاني جزاك الله خيرا ولكن أنت اتفق معي في قال الله عز وجل حينما قال في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله عز وجل حينما أنزل القرآن أنزله تبيانا لكل شيء وضوحا لكل شيء ما ترك الله لنا أمرا في الكتاب إلا ودلنا عليه وما نهانا من أمر إلا أمرنا به وقال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء إذا لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نتكلم دائما عن شيء له أصول فأصل كل شيء له أصل كل شيء له أصل أصل العلاج بالقرآن الكريم هو ما يدور حول كلمة القرن أصل كل شيء في العلاج بالقرآن الكريم في سحر في حسد في عين في مس شيطاني القرين ليه القرين؟ أصل أصل القرين خلقه الله معك وقال النبي صلى الله عليه وسلم مت ولد يعني شوف الحديث ومفصلته تدريجيا كده مت ولد إذن لا أحد ووجد على هذه الأرض ملد آدم إلى قيام الساعة إلا ومعه أو وكل له قرين من الجن يعني كلام النبي كان قاطع الأمر يعني ما حد اتولد لا صغير ولا كبير ولا إمرأة ولا عجوز ولا أجنبي ولا مصري إلا ومعه قرين من الجن فسأله الصحاب طيب يا رسول الله أنت نبي فلك قرين مسلنة يعني أنت زينا معك قرين برضو قال حتى أنا إلا أن الله أعانني علي يا أخي الكريم لو أن القرين ليس له دور في الجسد الآدمي يخص العليك بالقرين الكريم قال النبي إلا أن الله أعانني علي ما معنى كلمة أعانني علي أي نصره الله غلبه الله علي يبقى الأصل في إيه الشر السوق إلا أن الله أعانني علي فلا يأمرني إلا بخير يبقى المغزن للأمر إيه أن قريني أحدكم يأمر بسوق يأمر بوسواس يأمر بتدمير طيب كتير جدا من الناس هيقول طبع ما إحنا معنا قريب الشميعنا ده عايش وأنا متدمر الشميع ده مخلف أنا مخلفتش الشميع ده معندوش أسواس أنا عندي أسواس هنا بقى لب الموضوع أيوة هنا نبدأ الحدوطة بقى هنا نبدأ الحكاية الحكاية إيه علاقة قارين أحدكم خلينا أقول حاضر أو أحد الناس تمان بسحر وسحر ده مقصود بيه شخص معين تمان قارينه إعلاقته بيه تمان ده حاجة علمية ده بيعمله ساحر برضو؟ ليس كلام يقالهم فحسب كلام علمي كلام مفصل كلام لأصوله ده بيعمله ساحر؟ اسم أخي كريم فاضر سحر تنجيم ده كتابي أنا ما أدفه عن القارين برضو؟ سحر الرصد كتير جدا من المعالجين بيرغوه أنا فاكر حالي فاتت لما قلتلك إن كانوا بيرغوا حاجة اسمها قارين ولما شيخ بريمشي هاب طلع يتكلم عن القارين بيقوله لا أنت معاك قارين طب ما أنت كنت بتلغيه؟ اشمعها دلوقتي؟ بتقوله اللي معاك قارين يعني زبان ما كانش معاك قارين ودروقتي يبقى معاك قارين اه بش عايف تيجي ازاي؟ لا أسلمونيش بخيلة مع الناس كتير جدا ما أخدوا عالناس بكلامهم وهم لا يفكرون شيء سبحان الله مهم خلينا نتكلم في سحر النجب يعني إيه سح نجوم؟ انت قلت الاسمه سحر ايه فمنا؟ التنجيم التنجيم؟ ساحر أنا بس بثبت لك دليل واقعي ان الساحر لما بيكون بعمل سحر بيسلط عليك نفسك بيسلط عليك قارينك عشان يدمرك من الداخل ايوة بس الساحر ده بيتعامل مع قاريني مباشرة اكمل لك بس اقول لك نجمة هيجي من السماء هيخش جواك وما الاسمه التنجيم ليه بقى؟ اقول لك بقى ليه؟ احنا اتفقنا قبل ذلك ان الساحر لا يقدر على قيام سحر الا ان يكون معه ادوات لسحر اسمه اسم الام وصوله الى خلاف هذا الامر لا نقاشا في هذا الامر طيب انا قرهي ليك دائم مش هاكلك ولا شربك قرهي لك السحر المأكل والمشروب انا من الاسحار اللي مرفضها حاليا بترفضها للمعنى؟ مرفضها بالكلية مفيش حاجة اسمها السحر مأكل؟ فيه؟ ما اللي بترفضها؟ لما فيها من مخالفات برضك المخزى منها زي دخول الجن الجسد هو جائز جمهور العلماء أقار بذلك بس في جمهور العلماء قال إذا أقرينا بذلك فنحن نرفض ذلك بالكلية للمخالفات بالدجل ضرق المفسدة مقدم على جلب على المنفع صح؟ صحر المأكول والمشروب جال بإيه؟ ضرب الضرق على إيه؟ على النفع ليه؟ ليه أنت دلوقتي جاية تقول الكلام ده؟ لا أقول دائم دائم أقول كده طب ليه بنعيده دلوقتي؟ أو ليه أنت يعني رأيك مش عايز ده لأناس ضمره بمعنى هذه الكلمة أيوة بس أقول لك إزاي؟ معلاش يا شيخ براين بس اسمحلي حاضر إذا كان إنت لا تؤمن بيه أو بترفضه مع إيمانة كبيرة أؤمن بيه تؤمن بيه ولكن أرفض بيه حلو طب الناس اللي ممكن تكون أصيبت بيه تعمل إيه فيها؟ إنت عارف يا أهدا حاجة؟ عشان تكرر أن إنت شارب سحر أو أكل سحر طريقة كرآنية مش هروح للشيخ الأول إزاي كلام هقول هجيب كبات مية وأنفس فيها من الكرآن الصفات قاف الحشر واشرب واشرب هتحس بإيه؟ هتشعر بإيه؟ هل انتفاخهم في البطن؟ قولون هاج مرة واحدة هصل قئ مستمر دون الأمر الطبي هم هصل إخراج إخراج دائم دون أمر طبي يبقى هنا ايه بقى؟ التوكل وشارب وشارب واكل هم وروح للشيخ باقي عليك طب ما حصلش حاجة من دي أوقف يبقى مفيش حاجة مفيش بس بعض من اللي ينزينا ينسبونا إلى أنفسهم كلمات معالج هم يقول لك ايه؟ خدت رياء هم أن لو جبت واحد طبيعي وسائدت رياء هيحصل عنده كئ دائم او إخراج دائم انت بتصدف بطنك من سحر هم هذه مخالفة هم قد حنضل وأدهى وأمر اشرب لبن طب ايه بقى؟ وخط عليه عسل ايه المشكلة اللبن بالعسل معلش يعني انت ممكن تشرب كيو لبن الصبح لا اشرب كو على نص كلا بس تشرب كيو لبن كيلو هاشرب كوب بايت لبن حاليها كم علاقة عسل وارد كيلو ونص عسل لا مش تدرج صبح كيلو ونص عسل بعد دور كيلو ونص عسل بعد عشر عشر رد بقى لا لا اصعب شوية انما انا ممكن اشرب لبن بعسل لبن اصلاً عنده قولون او عنده مرارة هيتعب جداً دكتور البطن ونكابل يقولك ايه؟ ما تشربش لبن ولا زبادي وتاخد زبادي بالليل كل الصبح ماشي بس اتحرك على اخر النهار انا بكرم بالعلم والطب خيني بقى ارجع اقولك انا ليه برفض كلمة سحر مأكول ومشروب العقل بيقول ايه؟ سيبك من الشرع بيقول ايه؟ انا عرفت ازاي انت واكل وشارب عندي علامات انا اقر بيها طب انا عرفت السحر ده موجود جوه القولول ولا بفيك الرياس؟ انا عرفته موجود في الاسطة عشر ولا موجود في المربة؟ هيفرق معك؟ هيفرق مع المعالج اللي بيقول دي وجهة نظر البعض عايز تقول اه حتى لو يختلط الحبل بالنابل لا لا خانص طيب هتوقف بحاجة بس لبرهة واخد فيها صفاء وارجع كامل محاضر استاذة صفاء اتفضالي اهلا بيك استاذة صفاء اهلا بيك اتفضالي السلام عليكم عليكم السلام معاك يا استاذ صفاء انت على الهوى استاذة صفاء بحييكم جدا منهم شكوري يا فندم على اتحياتك دو؟ انا معاك على الهوى اتفضالي سامعينك تمام انا والله كان عندي شوية اسئلة شوية اسئلة طب خليهم سؤال بس يا صفاء طب اتفضالي ما عليك يعني انا عايز اتأكد بس ضروري فضالي فندم اه ازاك فيك الله يعزك يا رب فقدرك الله يخليك بقول لحضرتك هل يوجد علاقة بين القريم والرزق والرزق اه اه فاجد له علاقة طب ده سؤال لو في سؤال تاني حرك قوليه وحنخلي شغي جوا اه تمام هل القريم بيكون لي تأثير في ان هو بي تحكم ان هو يعطى لحد من الجواز؟ من الجواز اه طبعا اه بيستبب ان هو بيعمله حتى يعني وقت خال التوقيف مثلا في الرزق اعطلت في حياته مساكل مع اثره انا كل ده عايز افتومه يعني انا عارت بصرفة يعني وردت كتير جدا ان شاء الله طب بوصل سؤال لك سوى صفاء ياريت تسمعينا بقى لنهاية الحلقة هتلاقي اجابات لكل الحقيق سألتيه واللي لم تسألي ايضا شكرا صفاء طيب اكمل لك بس انا معادي تصال تاني بس هكمل لحد ما ايجاز تصال تاني طب سحر النجوم كثير من المعالجين لا يعلمون عنه شيئا يعتمدونه على ايه سحر ماكول سحر مشروب لا عفوا سحر النجوم ده احنا سمعنا عنه كتير برضو في ناس بتقول ان هو بيجدد تلقائي كل شهر اه كل خمشهر يوم طيب هنا اقف معي وقفة الساحر اللي بيقوم بعمل سحر على نجمه معين هل جي الجن الجن دخل جوه بطني وقعد جوه بطني هو الجن مايقدرش يدخل احنا قلنا اذا كان اهل العلم اقروا بذلك انا ارفضوا ذلك في هذه الايام واوعى تقول لي ان القرآن ما بيعالكش جن واوعى تقول لي ان السحر اللي عليك بالقرآن ارفضوا ذلك السحر لا علاجة له الا بقرآن بشكل زي الناس التعبان الله يصلح لنا وحالهم بعض المعالجين يقول لك صلي الفروض ما صليش السنن عشان السحر مش يجي بعض المعالجين يقول لي ايه لا 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 استحمد ما يبقى لي ولمون وخلاص انا عندي اصول كرآن وصنة تمام صح الله لو احنا بدأنا ان احنا نبعد عن الكتاب وعن السنة والله الذي لا اله الا هو كل من يسمع هذا البرنامج او غيره من البرامج الاعلاج بالقرآن لا يشط عقله طيب صلي على الحبيب النبي علي صلاة صلاة هرجع اقول لك كلمتين في سحر النجوم سحر النجوم يفعله الساحر اسمه اسم الام بيعمل ايه بقى؟ بيرسل خادم السحر الامر الذي كلف به لا تعالي نجيب القصة من الاول معلش حاضر علشان بس يعني فيه ناس بتقول لك يا جماعة احنا في القرن الحادي والعشرين انتو لسه بتتكلمه في سحر واعمال وحاجات زي اللي قدام حضرتك دي دي انا هدي حكك على حاجة دي تمام يا جماعة فش حاجة اسمها سحر هو مين هيسحر مين وليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد النبي لا سردي قال يأتي زمان على هذه الامة قفرة السحر وخروج المسيح الدجار اذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ان السحر دائم الى اخر زمان طيب السحر ذوت لعلاقة بالجسد اه بس من الخارج شو من الداخل ما تقول ليش بقى ويعزك ويرفع قدرك تقول لي ده ده السحر جوه بيبواصل اللخاع بيبواصل المعدة يا اخي عالج الاصل عالج القرين يا اخي عندك قدر عالج القرين ولا عندك حناوة لسان طيب صلى على النبي ايه رأيك في ده؟ ده بعدش زمان كان بيتحط فيه اللب الارتاز ده صح؟ طيب انا هراك المكتوب عليه؟ ربع معلاء الصبح على كوب فارغ على مص مية استثناف تغطية لمدة عشر دقائق غسول مهبلي ده جاي من معيادة ناسا ولادة؟ تفضل طب لو انت بتفتح هاخد هناء حاط هناء اتفضلي مساء الخير يا سيد هاني ومساء الخير على الشيخ الظهيم الله يعزك اهلا بيك يا سيد هناء انا كنت عايزة تسأل للشيخ بس في حاجة معينة انا اسمات انت تتكلمه عن طبع الحلقة واسمات انت تتكلمه عن القرين وعن السحر نعم طيب اه انا رحت للشيخة قبل كده او هي بتقول عن رساها شيخة يعني مارسة يا بتاع راس تقرى الحاجات دي نعم فبقول لها ان انا بقوم من انهم بلاقي خربيش في جسم كتير وجسمي في زرقان في حاجات معينة وواصل من جسمي يعني شرفة ان انا اقولها تمام قالت من انت كده متجاوزة قرينك تمام يا فند فانت عايزة تستضاح يعني ايه صحة الامر انا عايزة اعرف اه انا عايزة اعرف ايه ايه الخربيش دي هالفعلا انت حاجة اسمها قرينة انا متجاوز قريني لا يا فند يعني يعني هي حضرتك متجاوزة طيب انت متجاوزة طيب يا هناء انا مستمع حضرتك يا فند انت متجاوزة لا تمام تمام طيب هتسمعي الايجابة بشكر حضرتك اسمعينا يعني من خلال بقت اديك سمعت ادي كلامي الذي يخرب بيوت اتفضل تعرف ايه الاول ده ايه بقى ان شاء الله ما عرفش تبدأ استخدرك اسمها بالي ازاي الامرأة عشان تخلب عشان انجاب بالله عليك اني قانون في الطب عشر بذلك انت بتلعب فيه ازاي الوزهان وده الكاتب ده او العامل ده يدعي نفسه انه معالج ده متخصص في النساء والكوليد يعني اني حق يعني اني حق يقوله زلك ما شاء الله طيب تعال افضل ازاي الوزهان قبل ما تكلم بقى بشع تفصيل اتفضل ايه ده بقى لو الهو هتطلع ده ده ملح اتفضل ازاي الوزهان ادي ملح خشي بلقى معيش بلقى معيش وده الورقة كانت فيها ازاي الوزهان مكتوب فيها ايه الورقة بقى يا راجل قريم ده فيها دوائر حمراء كده او حاجات ده حد رسم وارد يا شيخ مرايين يا اخي كريم يتكلمون عن عن امر لا يفكرون عنه شيء فاضل ازاي الوزهان ماشاء الله يا اخي كريم ممكن اقولك كلمة بتاعتي ولا يا امتان لا بص صلاع النبيب محمد احنا بقلنا شهور بنتكلم عن هذه المخالفات وما زالت تأتي وما زالت تأتي هي مابتنتهيش ليه طيب طيب انا بشهصح لكل الاعمال الهوضة لان انا عافلت اتعبت معايا يعني لسه في ناس بتصدق في الحاجات دي وفي الدجل ده نفس الامر كل هذه امور طب صلى على الحبيب عارف يعان ايه اوزهاني قريم يطلق زوج من زوجته يقدر اه عارف يعان ايه واحدة شيخة متخلفة سامحنا على هذه التعبير يعني خلينا بلاش نرسي لحد بس يا اخي كريم لما تسول امرأة او تسول بنت وتخرب بيوتهم تقول لك انت مجاوزة قرينك واكري بجاوزة ازهاني هتأخذونا هذه الكلمة وتموا عليها كلمات تضحكون بها على عقول المرضى اذا كان الله عز وجل اعطاك القدرة على ان تتكلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله سلم تتكلم بحق الام بخداع لا بحق طبعا تشرح تفصيلا وتفاهم هذا المريض وتقرأ عليه كرآن او لا طب احنا دلوقتي في زمن في انفتاح وفي خلل في ميزان الاخلاق ممكن اي واحد تقيم علاقة او واحد يقيم علاقة او واحد يقيم علاقة وقولك دخاريني او الجن اتفضل ممكن واحد من الكنترول بكورسي حاضر هتولي مراغي بكورسي يلا ممكن والحد ما يجيلي الكورسي والمراغي اخد صحر 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 انت على الهواء اهلا بك هلو اا اية اتفضل يهلا بك يا استاذ صحر ازاي حضرتك يهلا بك يا فانا انا كنت حاب يا اشكر الشيخ ابراهيم على المجهود بصراحة اللي عملوا معايا انا وبنتي بصراحة مجهود جدا والناس في المركز عملوا معانا الواجب ومحب أشكروه جداً وقول له جزيه ربنا كل خير على اللي بيعمله صراحة الله يخليك يا سيد صاحر طيب هاتولي الكورسي وهاتولي المراغي كده باشكرك سيد صاحر شكراً لاتصالك فيه سؤال تحبيه موضوع الحلقة طيب انقض على التصالك شكراً يا سيد صاحر أنا هقولك شرح تفصيل أنا راجل عملي وراجل واقعي وعاوز شرح تفصيل المهار تمام عاوز واحد بكرسي وصمح اتفضل يا سيد مراغي اتفضل 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 اهلاً وسهلاً سيد محمد تعالى اتفضل لا ده ما هوقف سامحلي أنا أعود يا سيد صاحر أنا بعد إذنك خليني النهاردة هعمل حاجة طريبة جداً مش شرح تفصيلي وعملي ده مريض المريض ده جاي يشتكي من أمر معين جاي يشتكي يقول إن فيه حاجة غلط تمام ايه يا الحاجة الغلط هو مش عارف طيب هيروح لمعالج المعالج قاعد هو قاعد قدام المعالج تمام بدأ عليه الكرآن تمام طب هو سألوا انت عندك ايه فاشخصه ايه طب هو جاي ليه معرفش طيب كلام جميل المفترض ده الذي يدعي أنه معالج يعطي هذه الأشياء مباشرة أم يقرأ عليه الكرآن بعد ما قال يسمع المريض نازم تمام يسمع المريض سماع كامل وتشخص كامل السن قد ايه بتجاوز أو غير متزوج الأعراض اللي بتحس بيها الأمور اللي تشعر بيها وبعد كده ماذا يفعل المعالج يسمع ويدي علاج ويمشي لا يسمع ثم يفصل الكلام ثم يشخص الحالة ثم يقرأ عليه الكرآن ده ممكن تقرأ عليه رجل حاضر نصلي بقى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام أولا الأصل في العلاج بالكرآن الكريم أن المعالج بالكرآن الذي يتبع كتاب الله وسنة نبيه محمد لابد أن يقرأ عليه الكرآن تمام طيب لما يقرأ عليه الكرآن هل ده يؤدي عندي أنه هو واكل أو شارب سح أو جواجن ده مش علاقة ما نعرفش احنا ما نعرفش كده لسه الكرآن هو الذي يحدد ويشخص هيقول لي عم الشيخ يباريب يطلع المعالج دلوقتي يقول لي طيب أنا بسمع كرآن كل يوم في بيتي صحيح وبصلي بالكرآن كلام طيب بيجيب القناة بتاعت القرآن بيسمعها بيسمعها كل يوم بيجروا مش حاجة طيب فاكل لما قلت لك عبارة العلاج بالكرآن الكريم ليس كرآن يطلع فحسب يعني ايه يعني ربنا نمي قال في الكرآن وننزل من الكرآن من الكرآن اذا ذكرت حرف من في عبارة في الكرآن لما فيها من ايه تمام التخصص من دلالة يعني ربنا نمي قال سلط الشورى ملاحش اي علاقة بالكرآن سلط في الصلط ملاحش اي علاقة بالكرآن على سبيل المثال ملاحش علاقة بالعلاج تقصد العلاج ناسف ولكن لما نحدد ايات معينة يستشعر بها المريض ويشخص المعالج على الوضع القائم ثم يعطي العلاج مثله كمثل الطبيب يعني على سبيل المثال لو قرع عليه القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين الى اخر فاتح والمريض مغمض عينيه مغمض عينيك يا محمد كلام جميل كلام طيب طيب هيقرأ عليه من سورة الصفات اول البقرة وسورة الصفات والصفة صفة فالزاجرات زاجرات اول او خمشهر عيام سورة الصفات ماذا يشعر المريض يشعر بايه بايه بقى لو حصل للمريض امور او اعراض حدثت اثناء الكراءة هنا المعالج بيحدد هي نظرة عين ولا حضوره لقارين ولا نوع من انواع السحر او سحر فلكي هتقول لها شيخ ابراهيم مين اللي هيفرق طيب مين اللي هيفرق المعالج اللي عنده ايه مانا ده مش مريض هارقيه بسم الله ارقيك من كل دا يؤذيك من كل بلاء لا مش عاوز كده انا مش عاوز ده انا عاوز ده بعد مقرأ الكرآن واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون الكرآن واذا صرفنا ايه اليك نفرا من الجن من الجن يستمعون الكرآن فلما حضروا قالوا انصتوا صح الله ده مين اللي قال ده الجن بقول لما حضرنا الكرآن فلما حضروا الكرآن قالوا ايه انصتوا فلما كد يولوا الى قومهم منظرين الحقونا ده في كتاب نزل من بعد موسى تيجي تقولي السحر لو ده مصحور هقولك ان الرجل ده الجن قاعد جوا هنا ومادة السحر قاعدة جوا هنا والقرآن ده ماشي يعمل له حاجة لو ان القرآن يأتي بشفاء دائم وقاطع لمريد يباحنا بطل عجب القرآن ما نسميهش عجب القرآن نسميه عجب القرآن نسميه عجب قرآن صح الله ما همشي يجيلي معالج يقول لا 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 ما فيش حاجة يسمعه سحر عجب القرآن صحر النبي وعولج النبي محمد بقرآن مش بأعشاب مش بهذه الأمور المخالفات اذن لو ان هذا الاخ مريد واتى الى المركز اي مكان اللي وعلك بقرآن وراح لأي شيخ وخنق انا بقيت بعمل ايه بخنقه معايا شاءل وبخنق المريد هسألك انت بتخنق لي يا شيخ انا بخنق الجن يا الزهان بتخنق الجن لو بتخنق الراجل يا شيخ بخنق الجن في خلال الراجل من رعبة الراجل طب لو ان الجن يا رانا لو ان الجن يرانا وهو يرانا بالمناسبة هو بالفعل انه يراكم طب ايه هو وقابيله من حيث لا ترونهم الجن هيسيبني اخلق هذا الاخ ولا هيعمل ايه هيفر هاربا طبعا صح ولا الحد ان ما اخلق هذا الرجل ويرجع تاني ويقول لك ايه أصلا لما خنقته هو جاب عن الوعي شوي طب اني لو خنقته حالا دلوقت على الواقع هيغيب على الواقع بايدي العرقني اللي بوسطه دمي للمخ هيوقف الدم بعض ثواني هيعود الدم للمخ ويفوق هزا المريض صح ولا اقا ده صحيح او على سبيل المثال جبت سكينة وهزا ما يفعله بعض المعالجين يجيب سكينة بظهر السكينة اوه تقولي بيتبع الجن والله بيحطها كده والله الذي لا اله الا هو لو طرى وتسمع ما بسمع وبقرى يعني عاز اقولك ان الموضوع حيب صعب اوي اجيب سكينة واتبح كده بظهر السكينة بتتبع هي عم بيتبع الجن ده انا ماتبع الجن انهي قال بان هذا الامر وصلنا لكده لا اكثر من ذلك طب خذ كمان لو سمحت انا عازك تستحمى بمية بخل ومالح لاموت اربعين يوم ليه اوالك شمالة يعني عشان انت مصخور يا ابن اه انهي عقل قار يا حبيب قلبي انا عازك تشرب ترياء كل يوم عشان انت شارب سحر ووقل سحر انهي عقل شكرا جزيلا شكرا يا محمد شكرا يبقى انا عاوز اقولك بعض الذين ينسبوننا الى انفسهم العلاج لا يقتلوننا على تشخيص حالة يقولك ايه لا 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 اعرضك ايه واحدة ترباك انت معقولك سحر ماكوله سحر لخاع وسحر سحر ايكادي يكون الكلام كل واحد ما بيتغيرش كل هذا ومصطلحات بندلدل دا دا معقولك سحر اسود سحر سوفلي تمام كل الكلام دا بيتكرر دائم انا ليه بتكلم عن قرين ليه بتكلم عن اصل انا لو هجبت سكينة هتبع هذا الاخ انا هتبع مين هتبع الجن بقى هنا بقى هاخلق مين يا الزهان الشخص نفسه يا دكتور يبقى تتكلم في ايه انت لو عايش تتبع الجنة امسك الجن بايدك مش تمسك في الشخص صلى على النبي خلينا اقولي يا اصدهان الله يعزك انت واكل مش هنا بسحر خلينا اقول كلمة داي خلينا اقول انت معقولك سحر سوفلي بدليل صلى على النبي الطريقة السلفية اللي هم بيقولوا ايه السحر السوفلي يقولك ايه بص على كاتف كتابه او وزهبت المرأة لسحر ليفك السحر السوفلي فامر الساحر بالفحشاء معها لفك السحر وقال لها بالنص لا يقدر على سحر السوفلي الا ما فعل به يعني هو اتعمل بالدم وبشيء نجس عزك الله لا يفك الا بذلك كرآننا امرنا بالزنا عيزا بالله كرآننا امرنا بالفحشاء عيزا بالله كرآننا امرنا كتابة على الجسد سؤالها ميشي هل الساحر يمكن ان يكون معالج مستحيل طب هل المعالج يمكن ان يكون ساحر اه المعالج ممكن يسحر المعالج اذا توصل علمه بكفر يصل لدركة الساحر ولكن الساحر لا يقدر على ها ان يكون معالجا بكتاب الله اذا الله بالساحر اشمعنا المعالج يقدر بساحر والساحر لا يستطيع ان يكون معالجا الساحر قفر خلاص خد امر القفر ولكن المعالج بدأ بكرآن فازداد غروره وكبره وعزة نفسه فدخل في امور تخالف الشرع فكفر بذات الله طب هقولك مثال الواقعي هنا دون ان يدري تقصد والله يدري ان لا يدري فعل الأمر طب تعال وصله على الحبيب لا خليه اوضح حتة ان الساحر لا يستطيع ان يكون معالجا لان الساحر كفر فلا يستطيع ان يقرأ ويعالج بيقين طبعا هل ده هو الاجابة طبعا هل ده هو الاجابة هو القرآن ده انزله الله عز وجل على صدر نبينا محمد ناقصا ام كاملا حشا لله طبعا كاملا صح هل في مغالظات في القرآن حشا لله طبعا اثبتلك دليل وقعي من كتاب الله بان السحر او الحسد او العين يؤثراني على القرين فيفعل القرين امراض فاعراض تؤدي الى تعب النفسي او عدم انجاب او تشتت اثبتلك ازاي ايه رأيك في سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم حل نبي نبي من انبياء الله كلام مين ومن قري العز الخمس كلام مين كلم الله ايه رأيك في فرعون عليه من الله ما يستحق عليه لعنة الله فرعون دي عمل ايه تطايلون من القرآن industry مش من عند فرعون عمل ايه اتى بربيعين كهن وساحر دول المهراء مش مش اي كهنة ولا اي سحرة يعني ما يجوش دفر في حد موجود دلوقت طبعا اللي عندي قصد ما يجوش دفر فيهم طبعا صح الله بس عمل ايه هل بقى حضر جن الاربعين سحر وذكى للجن جوه الناس كل اللي موجودين يوم الزينة لا صحروا أعين الناس تم السحر ازاي بكلمات وأنفاظ طلقى فبها صحروا أعين مش دمج لو استرهبوهم مش دمج أنا تلفظت بكلمات من خلال زي كلمات نظرته لعينك نظرته لوجهك خلتني شفته متشال فوق أيا كان الصغر اللي تقال متشال فوق تحور إلى شيء أي حاج يبار دخلت جين جواك لا ها انت فعلت فعل أيوة وخلتني أشوفه إن المجده متشال فوق في الهواء طيب من الذي تحكم في الأعين فحول العين الصحيحة إلى عينه الغير صحيحة مين؟ القريب بإشارة من مين؟ أو بأمر من مين؟ من خادم من تلاصم من رموز من كهنة اللي حصل ربنا قال لك إيه؟ صحروا أعيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بصحر عظيم فسؤل من هو الصحر العظيم؟ قال تغير الحال من حال لحال في واحدة ممكن تنام جنبك زوجتك يعني وهي نايمة تصوت تصوت ومحد تسمحها جزء جباه من تسمحها تعزبوهي نايمة أو تحلم بتعبين أو كلاب أو عقارب أو تمسيح ده يعلقة بالجسوم؟ لا لا علاقة بالسحر الجسوم لا يأتي إلا ما بين اليقصة والنوم فيأتي بأعراب تقلب بشا الجسد كليا وجزئيا ولا يفق إلا بعد خمس أو عشر دقائق ما هزعم الحالة عن الجسوم لأن كثر الحديث عنه في السوشيال ميديا تمام كانيني أخد نهلة وارجع لحضرتك نهلة الفضالي سالو أهلا بيكي اتفضالي شزا نهلة عم الشيخ معي معاكم اتفضالي يا نهلة مش بص يا عم الشيخ أنا جاي لي خانا قوي جامدة تمام وما باجأ نام أشوف حاجات وحشة خلصة وانا نايمة ما بنامش يجي لي أربع تيام معنا كده طيب يا فندم انت هي نسة ولا مدام الأول ايه خضرتك هي نسة ولا مدام لأ مدام لأ الجوازة طيب في خلافات بينك وبينها الزوج باستمرار او في مشاكل على أتفه الأسباب او يجي لي أربع تيام مش طيق البيت هانا عليها عايزة سيب البيت ومش طيب في مشاكل قصرية الأول او في خلافات أمور دنياوية لا يعني الزوج مثلا بيفعل أفعال ويندم على فعلها يعني يهين ليشتي بيدرب بالسماء حضرتك يعني جوزك ممكن يغلط بالضرب او بالشتائم ويرجع يندل على الوضع ده او طيب يا فندم هل مرة تعرضت في الأحلام ان في حد عاوز الميكي ما كان مرتفع بحس زي مرة حاجة وقعت مرة واحدة كده طيب في دايما أرس المزرقة او خبطات مزرقة في جسمك خبط في كتافي طيب في خربش في الجسد في أماكن معينة لا طيب بص يا فندم هو أنا من طبعي وسمحيني يعني أنا ما بعرفش شخص حالة على الهوى لأنني أنا مشوفش الحالة وده طبيب أصلا أو ده رأي العلم القرآني بس يعني اللي انت شايفه من اللي انت سامعه منها عفوا يعني ممكن يكون ايه عن ده شكك من شقي اما خلافات دنيوية بينها وبين الزوج فقدر إلى عامل نفسية وارد واما أنا أقول سحر طيب أنا فرق الزوزهاني أنا قلت قبل كده لابد من تواجد المريض أمام المعالج وفي الحالة دي لازم تجيها جزء طب ليها جزء ليه ليه الناس مع الطرفين قدر فيه شك نفسي فيه شك دنيوي أجزب على الهوى أقول انت معمولك سحر صفلي يا مدام يعني ممكن يكون المشكلات الزوجية لها أثر نفسي طبعا وهي بتكلم في أثر نفسي طبعا طب لما ده بيجي لك بتقولهم انت مصحورين ومعلوكوا سحر صفلي وكلام ده إذا حدث الأمر لا لا سؤال لو نفس المتصلة الكريمة وزوجها قدت لحضرتك وطلح أن الأمر خلافات وحاجات نفسية هتقول لهم أنت معمولوكوا سحر صفلي أين أبانة القرآن؟ هتقول إيه أنت هتعمل إيه؟ تصدق بالله والله إلا الله والله الذي لا إله إلا هو ولا أزكي نفسي على الله عز وجل كلنا أصحاب الظلم وكلنا أصحاب أخطار أولي روح لطبيب لو فيه أمر نفسي مش هتقول لها زي بعض الناس تقول أنت معمولوكوا سحر صفلي وأنا هعليجكم وعملوكوا وهخليكم تعرف إن أنا ببسط الأمور أصلا عن الناس في الحد في المركز عندي؟ ليه الناس تعبت ويأست؟ أنا عليك بكرة ليه؟ كربسوا كل حاجة لدماغ الناس أنت معمول لك سحر وسحر في النخاء وسحر خلوا الناس حياتهم كلها وزيمت عليها بقى سحار وسوفلي وعلوي طب يا أخي الكريم ما تسمع المريض اشتشف الأمر اسمع الزوج لو فيه عوامل تؤدي إن فيه سحر سحر تفريق أو سحر عدم إنجاب اسمع وشوف هو ليه أنا في سحر عدم الإجاب؟ الله يعزك برجع المريض أقول له اوعجي لي ضمن تحليل وانا لو هبني على أي حاجة حقوا علاقتي من القرآن أنت معمول لك سحر عدم إنجاب خدل حاجاتهم مع السلامة قدر عنده مشكلة طبية آخر كريم وأنا ما عندش القدرة على كراءة تحليل ومعالج وخلاص هفشل وهفشل من قدامه وضجع الناس عشان كده المعالج وحق لابد أن يكون عنده العلم الكافي الكامل بقراءة تحليل في الزكورة بقراءة تحليل في الإناس بقراءة أشيعات بقراءة تحليل حتى لا يفشل المريض طيب لو هم عنده عمر طبي أعمل إيه أسمعه طب سمعت قولي عنده عرض سحر أقولي أخد الحاجاتهم مع السلامة كل هذا نصب على الناس لا هقرأ عليه القرآن وأعطيه قرآن يتلى في أيام معينة لا قرآن في أوقات معينة ثم أشخص الحالة ثم أعطي الدواء إذا أعطيته الدواء السليم لمرض قائم شفيا بإذن الله ولكن لو علقت كل شيء بسحر وحسد وعين فشل المريض صح ألا كمان السحر سابت العين سابتة ولكن أنا بقول خففوا على الناس بطلتوا رهبوا الناس الوضع مش ضاق مقوي الناس تعبت الناس يقصت الناس بيقولوا المعاجب بالكرآن دول تعاموا نفسيا ولكن عالج الأصل هذه الحلقة أقولها وبعلو فمي من منكم قادر على علاج قريم قادر على علاج أكبر من مع السحر يعني اللي يقدر على القريم يقدر على السحر أكبر معنا السحر ولو كان سحر معلق في الهواء يعني إيه سحر معلق في الهواء في أسحار معلقة إما على نخل على شجر فرد زراعية على جزوع النخل على جزوع النخل كان كده؟ طب ودي جيبتها لوحدك سبحان الله هي نفحات تاتي من الله عز وجل لو أن السحر على هذه النخلة السحر وعرفنا وعرفنا وأتينا بالسحر انتهى الموضوع مستحيل طب فيه ناس بيقول إحنا ممكن نجيب السحر ده نولع فيه كده خلاص انتهى مفعوله صبتها السحر نجيب ماء وملح ونحط ده كلام الناس الطيبين أمك زمان ما أنا بعرض عليك بقى اللي بتقال هل ده له علاقة بإنهاء السحر ليس له علاقة بالكلية مستحيل ولا شرب الأعشاب معلش سامحني بقى مش مكاس عندي شخص الحالة الزهاني مع مريض افهم المريض صح أنا نهاردة كان عندي ثلاث حالات وصاص قهر قبل ما يجل ساعاتك النهاردة مم راح عطلهم دكتوري نفسي ما عطلهمش عندكم سحر ولا حاجة؟ لغتلهم الكشف مم انت أولى بهذا المال اذهب إلى طبيب نفسي مم ماشي استغرق مم يا شيخ إبراهيم قول له والله يا أخي مم فيها عشاب الوصاص والاكتابة قولك ماشي فيه مم بس بشكين معك نتيجة الوقت مم روح لطبيب مختص بس هنا هذه الأمانة يا أخي الكريم الله عز وجل أعطانا علم الكرآن لا أعطاه للنبي والنبي أعطاه للصحابة والصحابة أعطانا سالة في الصحابة هنيجي احنا نضيعه مم عشان ايه؟ بكسب من المال مم لزائل كله يا أخي اكسب مال يا أخي أنا أقول هكس عادي اكسب مال خد مال بس يدي عليك مم فيه دكتور كشف مثلا تمومي الجنين مش هانا والله أعطي دواق بخمسة جنيه مش أفضل ما يكون الدكتور كشف بخمسة جنيه ويعطي دواق بتنمية جنيه ويرحل المريض إلى متاهات غير صحيحة الغالي الخيص وسبحان الله الدواق الرخيص بتلاقي فيه شفا يعني الغالي ايه؟ ده كشف غالي طب ما أخد يا أخي من الكشف ما يصح لك بس ما تخدش ما يصح لك فأرخص أشياء صح ألا هو ويرده بقى بعمل ايه؟ مش كشف غالي والله يقولش كلام ده عنجا أنا بقول معنى كلام ايه؟ إن لو الأمر يحتاج بيه إنه لما شخص الحالة صح وأعطي دواق لابد أن يكون المستشار مؤتمن أميننا على كلمة لا لازم أميننا على التصرف أميننا على إلقاء الكرآن على المريض وتعبنا دجل بقى وتعبنا والله وتعبنا بقى الحاجات اللي احنا بنشاهد خديش تعبنا كل هذه الأشياء يا أمة ضحكت من جهلها الأمم يعني أفيقي أيها الأمة طبعا احنا ممكن نفوق إمتى؟ انت عايف أنا مسافر صهاج انت مش كنت في اللقصر تقريبا؟ الخميسة اللي فات مسافر بقى صهاج الخميس ده لا، آخر الشهر الخميسة اللي بعد الجاي يعني الخميسة جاي لأجازة هفضل راحة ليه بتحب الصعيد؟ بقى الخميسة بقى يلوح نعم؟ ليه بتحب الصعيد كده؟ عشان كده قدام ساعاتك هاو؟ انت جايب ده من اللقصر؟ من اللقصر؟ فضل ساعاتك دي ناس قعدة في قرى ناس طيبين جداً ناس غلابة أوي لا يفقهونا شيئاً ويعطونا هذه الأشياء انا ليه بروح له؟ لما يقولون ان اعطي المكتبي فس في ناس طيبين غلابة أوي وانت بارده في صهاج الخميسة اللي بعد الجاي هتلاقي كلام اخر الشهر تمانية وعشرين ثلاثة الخميسة اللي بعد الجاي اه ان شاء الله كونت في صهاج بارده بتلاقي الحاجات دي هناك؟ والله بلايه يا رزيان بلاقي ايه فعلا والله في مركز زناك في خيال دواء هناك في مركز زناك مركز خيال دواء في صهاج كلام جاي من كده؟ مرده الناس بتيجي بالحاجات دي؟ والله بلايك كلام ده هناك؟ طب الناس اللي جاي بالحاجات دي معلش يعني بتبقى فعلاً مقتنعة وعندها اعتقاد ويقين ان هي دي الشفاقة لو انت معنطاكش اعتقاد بدا اشتاقدوا اه يعني هم معتقدين وحطوا في جيبك او حط المرأة في صدرها مم يا اخي جاهل دا فيهنا حجاب اهو الحجاب ده عشان انجاب مم عشان انجاب وانجابت؟ المرأة في المركز عندي قلت لنا انا حطها في مكان ما ينفعش يعني اقول لك عليه قلت لنا فضلي الحمام اخر الريسيبشن هتهول ورهول خرجها المنابس داخلي اخر كريم عشان تخلف وخلفت؟ عشان كده بقول القرين له دار سابت في سحر وحسد وعين؟ اه عالج القرين يا جماعة يا معالجين عالج القرين هتقول لي عم الشيخ القرين مجرد الى هو اسواس طيب هالقرين ممكن ربني الف سوط البقرة فيتعلمون من هما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هم هم بدارين بأحد السحر بيفرق؟ اه بيفرق بس ايه هي مادة السحر؟ هتخش بطني؟ هاشر الماء بقرآن هرجع صح ولا؟ هتقول لي اس الموجود داخلي قولون فالماء شو تصلوا؟ دا كرام بقى مش ناس متعلمين بقى دا كراس ناس مدروشة صح؟ لا انا عاوز اقول السحر يأتي بخادم من السحر خارج الجسد فيقلف خادم السحر القرين اذا القرين خد امر ايه؟ خد امر تكليف اه ودي بقى بدايتنا في الحلقة اللي جاية خد امر ايه الاول؟ قصة السحر الله يعزك خد امر ايه؟ عشان وقتنا انتهى خد امر ايه؟ من مين؟ التكليف من خادم سحر تمام فلما خد امر التكليف بدأ يتحرك في جسد ابن ادب واحد اقولك ايه؟ انا بحس بنبدي بتحرك جوا جسمي جورة بتمشي بتنائل في مكان لمكان اقول لها دا جن جواك بيلعب جوا؟ مستحيل بس اقول لها قرين بتحرك جوا اقول لها اه مم؟ في قرآن يطللل القرين مم؟ في قرآن يطللל سحر مم؟ السحر يعالجهم بكتاب الله الجن يعالجهم بكتاب الله قبل ما رحل الأعلاج انا في الحلقة اللي جاية رحلة السحر والمصحور وبينهم خادم سحر وبينهما ومتصل بيهم مين؟ القرين علاقتوا ايه بيهم؟ افضل شيء واقوى شيء تمام وهل هو الحلقة الأضعف أم الأقوى أم الأضعف الأقوى الأقوى على أننا نكمل تفصيلاً أن القرير له دور كامل من عصب الرأس تغفر الرجل ويأتي بأمراض غير حقوقية وهو الحلقة الأضعف والأقوى في آن واحد إن شاء الله طيب فالحلقة القادمة نحلكم مشاهدينا لهذه الأسئلة رحلة الساحر والمسحور وطبعاً دي رحلة عميقة وفرحلة فقاً والله فعلاً هنتكلم فيها مع فاضلة الشيخ إبراهيم شهاب الخبير في العلاج والقرآن اللي بشكره وبرحب به في الحلقة القادمة بإذن الله إن شاء الله أم عمي أطبع عمر مع عمرك إن شاء الله أيضاً يبقى الشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة ودأة زار في نفس هذا الموعد من دأة زار في الثلاثاء القادمة الثمينة ونصف مساء تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل هذا هين الدبان يحييكم إلى اللقاء